موسيقى البطاعة اللي انا بسرب بيها لعيش ضاعت من بنش حاولت ان اطلع واحدة انا من 2014 حوالة ايه عاملها رحت استعلم عليها الشعر اللي فات قال لي دي البطاعة طلع وبيسرب بيها المد السنة كل ما روح في العباسية يقول لي البطاعة طلعت اجي هنا يقول لي روح للبقال البقال مش منزل اسمي مش منزل اسم البطاعة خالص طب انا عامل ايه اسوأ مكتب تومين عندنا مكتب منشيت ناس وحضريتك شوفي وشوفي الناس قدي فيه ناس بقالها سنين فيه ناس بتامن حوالات دي بقالها سنة ونص ولي بقاله سنتين وفيه ناس بتاخد البطاعة بعد ما بتاخدها جديدة ولسه مستلميها بتيجي تاني يوم تزرب بيها بقولهم لا دا عايزة تنشيط وعايزة تتنشط فحضريتك حرام يعني كل الناس احنا مش عايزين حاجة من حاجة انا عايزين حقنا بس مش عايزين منهم حاجة اكتر من كده منيجي من البقال للمكتب المكتب للبقال ودي شهر راعة علينا اللي احنا خدنا اللي فات وما خدناش طمين تاني بنعاني من المكتب الطمين ومن البقال ذات نفسه بقول له البطاعة بتاعت ازاي تبقى معايا واحد تاني يستلم قال لي مستلم البطاعة بتاعتك يوم تلاتة خمسة ازاي داني جاي بعيش يوم الشهر في اول الشهر ازاي بطاعة تطلعت مين اللي خدها ما ردش علي انا جيت النهاردة عشان اشوف حل معاهم اطلب لهم الحكومة ارقف داهية واخدبال حضريتك هم خدوا البطاعة بعوها واخدبال حدين عمدت حوالة وياك البطاعة ما الجيش انا اندبحت واحد عالشباك بقى محدش يومني عازين البطاعة بطاعة التومين تبقى بصورة زي البطاعة كومية عشان ميش حد ياخدها والله العازين انمنع سرقة وانمنع مليارات بتنسريع من الدولة كل يوم رايحة جاي من ست سنين لحد الوقت طلعت طلعت بطاعة في الويلي وهنا وفي العتلة ومش لاقيا ولا بطاعة جدي بس لمن بتاعة لسه جديد ماشي واذا مناكسرفنا بقى الشهر وقف التومين وعيش بتاعك جوز بنتي تعمل ايه بقى مش عارفينه جيت عشان استلم البطاعة قالولي لا ده الورق بتاعك مش موجود ده ضاع ضيعوا من مكتب التومين من هنا قلت لهم تب الحل هي دلوقتي قالولي هتعمل ورق من اول وجديد فجيت عملت حضرتك ورق من اول وجديد تانى هو وكل يوم ايجا في التابون من الساعة 9 ونص لحد الساعة 3 زي ما انت شايفه ومحبابي ممشوش حد فيه سبع موظفين جوه مفيش هلا واحد بس هو اللي بيمشي اشتكينا مر الشكوى وفيه ناس عملت محاضر في اللقسام وفيه ناس انا اعرف واحد كان هنا بعد شكوى للرئاسة وهو اللحيدي اللي خد البطاقة طب نبعد بال للرئاسة عشان احنا كمان ناخد بطاقتنا يعني مش عارفين احنا نوصل لمن السادي الوزير يقول لك كل حاجة امرها سهل والبطاقة هتطلع مفيش حاجة بتطلع سارخات الناس في منشية ناصر واللي بيحصل فيه منشية ناصر عند مكاتب التموين بيحصل في كل حتة وزير التموين يعني ربما لديه دور كبير في ناس كتيرة معجبة بالمنظومة الجديدة سيادة وزير ولكن ايضا فيه مشاكل بتحصل على الارض ممكن تخلق الناس يعني احنا وقفنا في ساعة واحدة في وقت واحد مع هؤلاء المواطنين ولا واحد قال كلمة عدلة والناس بدأت تبعى تشكوى للرئاس انا اتطلع ان شاء الله لسه بكلم زملائي ان احنا كل الحاجات دي هنشيلها التقارير دي وهنرجع نجيب وزير التموين ان شاء الله هنا ونجيب وزير الصحة في القضايا بتاعة الصحة ونجيب وزير الاسكان يا رب ان شاء الله نقدر ده على الاسبوعين جايين بحيث ان احنا نجاوب على كل هذه الاسئلة ونشوف المشاكل دي اول باول اشتركوا في القناة